تعلمنا سابقاً تمثيل الكسور على خط الأعداد وتسميتها كما يظهر هنا في هذا الدرس سنتعلم تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد فلتمثيل الكسر العشري 5 وربع على خط الأعداد نحدد أولاً العدد 5 ثم نحدد علامة في المنتصف بين العددين 5 و6 ثم نحدد علامة في المنتصف بين العددين 5 و5.5 هذه العلامة تمثل 5 وربعاً ويمكننا تسمية النقطة على خط الأعداد بحرف كالنقطتها تساوي 5 وربع ويمكننا تحدد العدد الذي تمثله نقطة على خط الأعداد كما تظهر هنا النقطة ألف واقعة بين 2 و3 فهي تمثل كسراً وتشير القطع الستة بين 2 و3 إلى أن مقام الكسر هو 6 إذن تمثل النقطة ألف العددين 2 و5 على 6 أي 2 وثمانية من عشر مثال من واقع الحياة يظهر هنا الخط الزمني لجزء من سيرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونستطيع تمثيله على خط الأعداد بحيث يتم تقسيم الخط بين الأعوام إلى 12 قسماً ليمثل كل قسم شهراً من السنة يعلمنا هذا الدرس تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد